الحافز جماعي وليس فردي الرئيس الماليين أكدوا على الفردانية أنه عليك أن تحاكي ما يريد الفرد وليس الجماعة طبعاً كل فكر إلى مساوئة وإيجابياته ولذلك التمازج بين الاثنين إحنا الآن اقتصادنا هل هو اقتصاد اشتراكي أم اقتصاد رئيس مالي على الورق هذا يقول لك اقتصاد رئيس مالي لكنه بنفس الوقت كل الممارسات لا زالت عندنا عشرات مئات المصانع اللي يأخذون الفلوس بلا ما ينتجون عندك كثير من العاملين الدراسة الآن اللي قبل مدة نشرت تقول أن معدل إنتاجية الفرد العراقي الموظف العام العراقي هو بحدود عشر دقائق باليوم فقط عشر دقائق باليوم يشتغل هذا الشرور الحقيقي لو كان هناك معايير فردية للمحاسبة ولي قياس الأداء ما كان نوصل بهذا الشكل لو كان هذا الفكر خطية لازم نشغلهم ولذلك كل العاطلين لازم الدولة تشغلهم ليش لازم كل الدولة كل العاطلين تشغلهم الدولة ليش ما نشجع الناس على أن تعمل بالقطاع الخاص هذا اللي أقصده بالفردانية جيد والفكر الجماعي هذه أما ما ذكرته نعم وحدة من مصائبنا اللي افترينا بها أنه عندنا أرباب نعبدهم بعد الله وهذه الأرباب اللي نعبدهم بعد الله هم الذين يغيبون عقول الناس للأسف وبالتالي يتحول الناس إلى قطيع اشتركوا في القناة